اهلا وسهلا فيكو اصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في نفس الموقع اللي احنا فيه كل مرة تمام؟ اليوم بنا نحكي عن اشارة اخوان شكلها مثل شكل راس الثورية لكن يعني هي مش راس الثور تمام؟ طوان مش مشترك في القناة اشترك في القناة فعل الجرس عشان نشوف الحلقات السابقة حلقاتي الجاية ماشي عشان يتعلم ويستفيد تمام؟ الاشارة عندي موجودة في هاي المنطقة تمام؟ الان هاي هي الاشارة اذا وضح معاكم او لا تمام؟ عندي هاد السيال هاي وعندي سيال ثاني هذا هو تمام؟ وعندي شكل راس الثور يعني شكل راس الثور خليني انا اوضحلكوا اياها بشكل ثاني ها هسا هاي هيك هذا السيال تمام؟ بعدين بيجي هيك هاي شكل راس الثور ليش احنا المنطقة المنطقة اسوأ احنا فيها ما هي منطقة يهودية على رومانية يعني يعني مش مش حصريا رومانية يعني ممكن تعطيها ليهودي ممكن تعطيها على روماني تمام؟ اذا الرمزية هاي الموجودة رمزية وثنية لكن نشتغل عليها على اساس الاشارة فقط يعني ماشي؟ احنا بنشتغل على اشي هون مبين كأنه راس الثور تمام؟ لكن راس الثور مش بالضرورة كل مرة يكون توجيهي يعني مش بالضرورة يكون توجيهي لكن ناخد معاه توابع احنا على اساس التوابع حيتبين معانا وعننا شغل كثير في هاي تمام؟ يعني هاي راح يكون فيها شغل كثير دلالات كثيرة تمام؟ خلينا نشوف مع بعضname عندي الاشارة واضحة ان شاء الله انو مبينة بالفيديو تمام؟ لكن الدنيا شمس تمام؟ الدنيا شمس كثير فان شاء الله انو تكون مبينة في الفيديو هاي هي الاشارة هذا القرن الاول هذا القرن الثاني تمام؟ لا نفس اشارة الثور الان البصمات اللي موجودة هاي واحدة هاي ثنتين هاي ثلاث بصمة ثانية هون توجيهية هيك جاي معاها بصمة ثانية في هذا الاتجاه مع البصمة التوجيهية عندي بصمة هون تأكيدا لا لا شغل تأكيدا لا اتجاه تمام ايش بدي اخذ من الصخرة هاي عشان عارف اشتغل عليها بدي اخذ منها اشي عشان اشتغل عليها صح بدي اشارة تثبيتية انه هاي العلامة علامة صحيحة مليون بالمية تمام فباخذ الاشارة التثبيتية الاولى طبعا هل هذا هل هاي الصخرة اللي احنا عليها هسا هي طبيعية ولا هي طينة حكمة تمام يعني هل هاي الصخرة او الاشارة هاي وضعت على صخرة طبيعية ولا على طينة حكمة ولا هي الصخرة الرئيسية ولا هي مش الصخرة الرئيسية ولا ايش الوضع تبعها تمام طبعا احنا الاشارة اسمعوا الصوت اخوات تمام في قشرة القشرة هاي هي تمام وجود قشرة القشرة هاي المحطوط عليها الإشارة تختلف عن الصخرة إذن في عندي معجونة عجن هاي المنطقة تمام معجونة عجن اللي هي تابعة لإشارة راس الثور أتوقع إنها راس ثور مش يعني مش واضح كثير لكن هي شكلها هيك طيب شو بدي أخذ هاي الساب في عندي إشارة موجودة تمام تثبيتا للإشارة هاي دقيقة أصورها بطريقة صحيحة تثبيتا للإشارة عندي واحد عندي هون واحد زائدها شايفينها كيف جاية هاي وهي واحد هيك واحد هيك الشكل هاد الشكل هاد احفظوها هايو تمام هاي هاي قديش حجمها احفظوها تمام الشكل هذا اللي احنا شايفينه هاي تمام هاي واحد هاي اثنين وهاي ثلاث نفس الشكل اذا في عندي إشارة مثبته بطريقة صحيحة بدي أعتبرها شارة ثور بدي أعتبرها اي إشارة موجودة لكن تثبيت الإشارة موجود على نفس الصخرة تمام وين وضع تثبيت الإشارة ما وضع على القشرة يعني هاي القشرة شايفينها المعمول منها الإشارة تمام وهي الإشارة الإشارة وضعت على الصخرة نفسها تثبيتا للإشارة على اساس انه الاشارة هاي اذا راحت اذا راحت الاشارة هاي وخربك عنده الاشارة هاي اللي هي التثبيتية والشغل تبعها الشكل هاذ هايو تمام خطيك 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 نفس الشكل هاذ خطيك خطيك تمام هيك بجوز واضح الاشارة مع الظل اشارة حلوة مية بالمية طيب بدي اخذ التوجيه تبعها واشتغل على التوجيه تبعها واشوف التوجيه تبعها وين بوديني ماشي عندي متصله طبعا هون هون مش متصله باشي يعني في المنطقة هاي مش متصله باشي تحدي بالمنطقة هاي مقطوعة مش متصله باشي هون تمام لكن في المنطقة هاي في المنطقة هاي اللي هون وعليها بصماتها متصل الاتصال مباشر مع سيال جانبي تمام يعني هاي ها هون متصل الاتصال مباشر مع سيال جانبي وعليها بصماته تمام السيال الجانبي وين بوصل بوصل للمنطقة هاي تثبيت بسيط آخره تثبيت بسيط هيو شايفينو جرم صغير جدا اللي هو عبة العدس تمام جاي لهون يعني هاي الاشارة كويس اتجاه السيار جاي للمنطقة هاي على ايش جاي هو لوين بوصل المنطقة اللي بوصل لها اللي هو الحجر متحرك اللي نحكي عنه في سر تمام هون الاشارة ما شملت اشارة تلجف يعني هون ما كان في عندي اشارة تلجف تشمل محل اشارة يعني ما في نزول انتحد بالمنطقة هاي ما في نزول لكن اعتمدنا التوجيه الاشارة الرئيسي اعتمدنا توجيه الاشارة الرئيسي لكن شو جابنا جابنا على حجر متحرك تغليقة سداية تسكيرة تمام عشان الكل يعرف ايش الوضع تابعه تسكيرة يا اخوان لكن اشارة مهمة تثبيت مهم وشكل شكل البوابة برضو مهم تمام شكل بوابة صحيح مليون بالمئة نزولا نزولا بنشيل هاي ونزولا اللي تحت وباتجاه طيب الاتجاه اللي بدي نروح عليه هو شكل هو شكل الاشارة الرئيسي تمام اذا في عندي شغل من المنطقة هاي خلينا نحكي هاي المنطقة اللي هون باتجاه رح يكون الاتجاه بهذا الشكل يعني يعني الشكل رح نسميه موارب بيجي رح يكون شكل المغارة بهذا الشكل بالروحة هاي لهيك تمام يعني هس طبعا رح نفحصها عشان احنا الجميع يشوفها كيف رح تيجي تمام من عندي البوابة ورح نفحص البوابة ورح نشتغل على البوابة دائما احنا عشان نأكد انه الاسياغ مهمة يا اخوان دائما احنا منفحص بعد الاخر الفيديو مثلا منفحص على الاسياغ عشان نرفي ذا فيها معدن او ما فيها معدن او فيها شغل او ما فيها شغل تمام عشان ما نغلب حالنا اشارة مزبوطة مية بالمية تثبيتها مزبوط مية بالمية تمام يعني فيها شغل حلو كثير ضبابتها صحيحة مليون بالمية اذا في عندي شغل كثير ماشي الان بدي اخذ اخر شي عشان انا افهم شو الوضع تباحها رح اخذ الاسياغ واشتغل عليها خليكم معي ايه اشوف ي homem يسهيه للابا مشتغلك اصول الان اسم بايه مشتغلك اذا ما دقيقة اخوان دقيقة اخوان عشان احنا المشكلہ με اصول الكاميرا على راسي فانتو على راسي دقيقة اخوان عشان بنصور بطريقة الصحيح طي ماذا بذلك المسيحة�� الللى هن الاشارة الرئيسية اللي جينا عنها هيا هي هي الاشارة رئيسية اللي هاجينا عنها وبنشتغل عليها تمامها هي تثبيت الاشارة هون في المنطقة هاي. وهي البوابة اللي بنشتغل عليها. طيب. راح اخذ اول شي. راح اخذ اول شي. دايما انا ايش بحب احدد للناس انه اه يعني الشغل تباحهم كيف لازم يكون بدقة. يعني كيف لازم يشتغلوا الاشارة من البداية للنهاية. اخذنا الاشارة من البداية واشتغلنا عليها. عرفنا البوابة طبعا شكليا يعني. احنا عارفين البوابة شكليا الان. تمام? الان ايش بده اشتغل? لازم اشتغل على سيخ الفراغ زي ما كل مرة بحكي لكم على سيخ الفراغ. راح اتجه باتجاه الاشارة. هاي الاشارة هناك. راح انا اتجه باتجاه الاشارة. عشان يعرف البوابة صحيحة او لا لا. هي اول خطوة بشتغلها. عشان اتأكد من من انه البوابة صحيحة او لا. سيخ الفراغ لحاله. تمام? وراح اروح باتجاه البوابة. طب متنسوناش من دعمكم يا في الفيديوهات عشان نقدر نكمل وعشان نقدر نشتغل ماشي دعمكو بهمنا يا اخوان تمام ويا ريت انو محجرين ماشي دعمكو بهمنا يا اخوان وبهمنا نشتغل مع بعض بالطريقة الصحيحة الان بده روح الاتجاه البوابة اشوف البوابة صحيحة ولا لا باخد سيخ الفراغ لحاله وببعد شوي عن البوابة وبعد شوي عن البوابة وباخد سيخ الفراغ لحاله وبتجي بالتجاه تمام الان بس بتأكد انو بوابة او عدم وجود بوابة الان عندي تأكيد شايفين وين هي تأكيده تأكيد وجود بوابة رح ارجع اكد عليها مرة ثانية عشان نفهم السلافة تبعتها ماشي طبعا انتو مرة مرتين ثلاثة اربعة عشر عشرين عبر ما تزبط مع كل امور هاي بصير يعني سهل عليكم انكن تفحصوا مسكة الاسياخ بهاي الطريقة ماشي بسكر على السيخ بخليه حر التصريح يعني حر الحركة ماشي ما بشد عليه لكن هاي المسكة الصحيحة هاي هيك شايفينها تمام وباروح باتجاه البوابة اللي حكينا عنها بوابة وبأكد على وجود البوابة الان خلاص عندي تثبيت هون في بوابة صحيحة مليون بالمية يعني باشتغل على بوابة صحيحة مليون بالمية طيب رح حطي الاشارة في ظهري هاي الاشارة يا اخوان هيا هون تمام رحط الاشارة في ظهري واروح عشان اشوف الفراغ كيف بيجي تمام نقول بسم الله بسيخ الفراغ بس لحاله يعني بدي اكد انا وجود الفراغ لان اعطاني يعني تسكيرة هون شايفين هون طيب عشان شكل الاشارة يا اخوان رح ااخذ شوية لهون انا اخدت اول اتجاه اعطاني هيك لان تسكيرة هيك ماشي في المنطقة هاي لان رح اخذ كمان اتجاه عشان اشوف انا محدد هناك محدد هناك نقطة عندي سكر فيها خلاص الفراغ انتهى ماشي رح اخذ كمان توجيه ثاني تمام اعطاني هون ماشي اخوان اذا شكل المغارة جاي نفس الاشارة يعني يعني جاي بشكل اسطواني كويس هس رح اخذ الاشارة على يميني واروح بالاتجاه هذا عشان اعرف وين نهاية نهاية المغارة الاشارة هناك موجودة الان بدي اروح بالاتجاه الثاني ممسكر اول مرة ثانية مرة ثالث مرة عارة عشر مرة على الفاضي ما نقعد نعمل العالم حضر كل مكان طيب هاي الاشارة على يميني يا اخوان رح اروح بالاتجاه هات عشان اشوف تسكرتي وين هي تمام هاي التسكيرة اخوان ماشي هاي اول اول مكان فحصنا فيه هاي التسكيرة اذا مزبوط شغل نرايها الاتجاه هذا طيب ربعا هاي الاشارة عند باسم هون هاي الاشارة هون عند باسم هس رح احطها عشمالي واروح بالاتجاه هذا واشوف العمق تبع الفراغ هذا الموجود بسم الله الرحمن الرحيم ها سباشتغل انا قاعد على الطول تبع المغارة هاي تسكيرة هون اذا شكل المغارة هو نفس شكل الاشارة اللي دائما قلتلكو يا اخوان اشارة المغارة او اشارة تفصيلية دائما اي اشارة بتوخذوها فيها تفصيل يا اخوان شكل المغارة اللي موجود هو نفس شكل الاشارة نفس الشكل هيك جايب هالطريقة هاي مش جاي مثلا مربع ولا جاي مستطيل ولا جاي هات جاي بشكل السطواني بهاي الطريقة ماشي الان اتطلع الاشارة لو اتطلع للاشارة اشوف الاشارة مرة ثانية عشان ااكد انا انو الاشارة صحيحة اولى هيها يا اخوان ها اعرفش هيك اولى هي تمام جاي بشكل اسطواني تمام سكرت معي هنا عندي الاشارة دغري لكن فتحت معي بشكل اسطواني اخوان ماشي اذا في عندي تفصيل المغارة موجود على ارض الواقع. كيف عرفنا موجود في ارض الواقع عرفنا عن طريق الاسياخ. طيب راح نفحصها اسا على المعدن. دقيقة. تمام. انا راح افحصها على معدن اخوان. راح حط الاشارة هيا هون موجودة. راح حط على شمالي. واروح باتجاه ثاني. تمام? خلينا نبدأ من مكان ما فيش في عشب كثير. طلعوا اخوان خلالي اطلع لي اخف بلا يعني. دقيقة. انا الفراغ مبين عندي عرفت الفراغ وعرفت اتجاهه وين يا اخوان. ماشي. يعني عارف انا الفراغ كامل كيف موجودها. لان انا بعيد شوي عن الفراغ. هاي الاشارة في المنطقة هذيكة. انا انا عوالى يميني او الاخره. اذرون على صوت الهواء اذا كان في صوت هو. ماشي. راح اشتغل بالسيخين. على طريقة الزجزاج اللي بنحكي عنها كل مرة يا اخوان. ماشي راح اشتغل بالسيخين لحالهم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف اذا كان موجود فيها معدن ومستاهل الشغل او لا. الان السيخ عطاني اشارة. يعني فيه اشارة اتجاه. تمام? السيخ اعطاني اشارة. طبعا جم بعض يعني اثنين بدوروا عمادن. بعدناهم عن بعض صار هذا يشتغل على الشيء وهذا يشتغل على الشيء. تمام? الان اعطاني اشارة. بوجه باتجاه اشارة المعدن العطاني ايها. تمام? انا اي واحد. اين. ثلاث. اربع. خمس. ستة. سبع. تمام? وين اعطاني? توجيه. باخذ التوجيه نفسه العطانية. وباروح باتجاه تابعه. تمام? لان واحد. اثنين. ثلاث. شوفوا قديش. كان كان عندي سبعة مثلا. صار في عندي ثلاثة حسا. اذا انا قريب جدا من المعدن الموجود. تمام? باروح باتجاه العطانية. بكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الان في عندي ثلاثة اقل من ثلاثة حتى اثنين. تمام? اعطاني توجيه. الان رح اشتغل على التوجيه العطانية. الان عندي يدو بمتر ونص. ماشي. باب ممسك مع التوجيه. الان عندي هون تقريبا متر ونص. ماشي. طبعا هون انا يعني على الباب صرت تقريبا يعني. هاي الباب هناك اخوان. ماشي? انا ما عندي حركة بسيطة جدا سكر معي. ماشي? وهون حركة هاي بسيطة جدا سكر معي. كويس? اذا انا وصلت عندي البوابة تقريبا يعني في عندي خلع الصخرة هاي ونزولا بسيط يعني نزول مترين تقريبا مترين ونص وصلنا للمعدن الموجود. هزا شو المعدن الموجود ما بنعرف. لكن وصلنا للمعدن الموجود. ماشي? شفتوا كيف اخوان احنا بنفحصها على الفراغ وبنأكد وجود الفراغ وبنأكد وجود المعدن بطريقة بسيطة. يعني الاشارة بس نوخذها نوخذها من مكان ونشتغل عليها بالطريقة الصحيحة. لو وين بنوصل? كيف النتيجة اللي بنوصل لها? ماشي. معلش انا بتطول في الفيديوهات شوي بس عشان لانه كثير ناس سألوني انه مش عم نستفيد كثير انه الاشارة هاي ممكن ما نلاقيها. نستفيد من الاسياخ من فحص الاشارة وطريقة فحص الاشارة وشو الشغل اللي بنشتغل عليها عن طريق الاشارة هاي. ماشي. وعليش النتيجة اللي بنا نوصل لها. عشان هيك انا بزود شوية في الوقت تبع الفيديو. كويس? طبعا هون هاي باسم سواها من هون. على اساس يبين انه في مكان حفر او لا. تمام? اذا مبين معاي انه في مكان حفر. اذا مبين معاي صخرة متحركة تخولها هاي. تشوف المفق بيديش بدخل. بلعطينا السيخ شوية. بحس المطسيخ طويل. هل هذا السيخ اللي نحن نحك عنه اربعين سنتي. ماشي. نزولا. تقريبا نزل معاي بس ايش هيك فيه زي الحصوة او اشي زي هيك. اه. اه. تقريبا نزل معاي الثلاثين سنتي على نزولا لتحت. اذا في عندي شغل. في عندي شغل من هون. ماشي فيه نزول. في هاي هاي الصخرة لازم تنشال. يعني هاي الصخرة لازم تنشال من مكان. كثير هيك يا اخوان صح? بدي اسكر كله. تمام اذا الصخرة بتنشال معانا ماشي ومنشتغل عليها بعد ما انشيل الوضع هذا. دقيقة اخوان نحط اه وضع الطائرة. لانه بصراحة مش عارفين نصور. تمام اخوان? شفتوا كيف بساطة الاشارة? وكيف احنا ممكن نشتغل على الاشارة? وكيف ممكن نلاقي الشغل تباحها? وكيف ممكن نستخدم الاسياح? وكيف نشتغل على الاسياح? وكيف نحدد الفراغ? وكيف نحدد المعدل? تمام? وكيف نعرف انه هاي بوابة? او ايش هي? حجر متحرك. لكن ايش هي? بوابة ولا شو هي? تسكيرة? تغليقة? الى اخره? تمام? نبين معنا الشغل شغل بسيط يعني مش هالاشي العظيم. تمام? حتى الاشارة بسيطة يا اخواني يعني مش مش هالاشي العظيم برضو. تمام? يعني فاصل ما بين هاي وما بين هاي. هذا شكل اللي هون مش نفس الشكل اللي هون. اذا هاي الصخرة مش نفس هاي الصخرة يا اخواني. يعني هاي الصخرة تختلف عن هاي الصخرة. ماشي. هاي هيك. لسه نزول لسه هي بنزل كثير كمان راح ينزل. هاي. تمام? اذا الصخرة هاي متحركة. ولازم لازم تنشال. طبعا كيف بتنشال? بتنشال بحديدة طويلة بنسة. هلا بنسميها بنسة. بتنحط من هون ماشي. وبتنك زي هيك اللي هي لاحلة تحت. هي مصاري. لا لاس عشان العنصرية لا. اشتنين شباب بحيش. اه. تمام? واهلا وسهلا فيكوه. شكرا لكم للمتابعة. لا تنسونا من اللايكات يا اخوان.